السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في قناة تعليمية بانتياز اليوم سوف نتعلم مع بعض السوروبان ما هي الوسيلة المستخدمة فيه كيف نمثل عليها الأعداد وكيف نقوم بالحساب أولا وقبل كل شيء ما هو السوروبان السوروبان هو عبارة عن برنامج ياباني يعتمد على المعداد أي نستخدم فيه المعداد كوسيلة لإجراء عمليات رياضية كالجمع، الضر، الضر، القسمة إلى غير ذلك من العمليات من فوائده هو زيادة التركيز والذكاء نمثل عليه أعداد كبيرة وبكل سهولة كذلك القدرة على الحساب بسرعة وبدون آلة حاسبة إلى جانب كل هذا فهو ينشط في الصي الدماغ الأيمن والأيسر معاً إذن كما قلنا العداد أو المعداد الياباني أو الأباكوس يتكون من مستطيل خارجي سخن الملاء المستطيل الخارجي كذلك يتكون من العديد من الأعمدة عمود أول، عمود ثاني، عمود ثالث، رابع، خامس إلى غير ذلك يتكون من خمس خرزات واحد، واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة هناك واحدة في الأعلى وأربع خرزات في الأسفل كل عمود يمثل فئة كل عمود يمثل فئة الوحدات، العشرات، المئات، الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف خل الملاء إلى غير ذلك إذن كما شرحنا سابقا أجزاء المعداد سوف نطبق عليه بعد ما تعلمناه بالنسبة للخرزات العلوية التي تمثل العدد خمسة الخرزة الأولى خمسة الخرزة الثانية هنا في العمود الثاني خمسون الخرزة الثالثة العلوية خمسمائة الخرزة الرابعة خمسة آلاف إلا غير ذلك أما بالنسبة للخرزات السفلية واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن نطبقها على المعداد كي نفهم أكثر مثلاً أريد أن أمثل عدد واحد سوف نستعمل هذه الجهة من المعداد هذه الجهة لا أستعملها ما بعد نشرحها لماذا حسناً أريد أن أشكل الرقم واحد خرزة واحدة للأعلى وصف المعداد هنا المعداد رفع السفر ما معنى ذلك جميع الخرزات لا تلامس الخط الأفقي يجب عدم ملامسة هذا الخط كي من لمسوش هذا الخط معنى ترني في السفر المعداد تعيره في السفر سنة أريد تشكيل الرقم واحد خرزة واحدة للأعلى أريد تشكيل الرقم اثنان خرزتين الرقم ثلاثة ثلاث خرزات أربعة أربعة خرزة وخمسة أين هي أضع المعداد في السفر ونهوض الخرزة العلوية خمسة أقفوا الآن أعيد المعداد إلى السفر أريد تشكيل العدد عشرة هذا يمثل الأحد وهذا يمثل العشرات والعدد عشرة يكتب هكذا إذن صفر في الوحدات وواحد في العشرة نطبقها المعداد صفر في الوحدات لا يوجد وخرزة واحدة في العشرة إذن العدد عشرة أريد تشكيل الرقم أو العدد إحدى عشر خرزة واحدة خرزة واحدة واحدة في الوحدات وواحدة في العشرة الرغم اثنى عشر تلاتة عشر أربعة عشر العدد عفوا العدد أربعة عشر المعدد في السفر وريدوا تشكيل العدد عشرون خرزة الصفر خرزة في الأحد وخرزتين في العشرات مصفر المعدد أريدوا تشكيل العدد خمسة وتلاتون خمسة وتلاتون كيف تكتب خمسة وتلاتون تكتب خمسة وتلاتون خمسة في الوحدات وثلاثة في العشرات أذهب إلى عمود الوحدات وعمود العشرات في عمود الوحدات سوف أضع العدد خمسة وفي عمود العشرة أضع ثلاث خرزات أطبقها على المعداد خمسة والثلاثة نفس الشيء إذا أردت تشكيل العدد مئة مئة يكتب هكذا مئة سفر في الوحدات سفر في العشرة وواحد في المئة إذن سفر في الوحدات سفر في العشرة وواحد في العشرة في المئة وهكذا نحصل على وهكذا نقوم بوضع أي عدد أو تمثيل أي عدد على المعداد أتمنى أن يعجبكم الفيديو أرجو منكم دعم قناتي وشكرا لكم يا أصدقائي وسوف نلتقي في فيديو قادم ونقوم بتطبيق بعض العمليات الحسابية السهلة ترجمة نانسي قنقر